دخلت بحالة ما يعلم فيها سوى رب العالمين كأني جثة بس لسه عايشة يعني روحي ميتة فاقد الشغل هلا والله معكم إسراء اليوم بتكلم معكم بموضوع مهم أنا متأكدة إنه بيفيتكم وهو من تجربة شخصية ما عرف كيف أدخل بالموضوع والأفكار شوي ملخبطة بس أنا متأكدة إنه إن شاء الله بقدر أوصل لكم الرسالة وتجربتي الشخصية خلوني أبدأ معكم وأقول لكم عن إيش التجربة اللي مرت فيها من شهر عشرة تسعة تقريباً 2023 دخلت بحالة ما يعلم فيها سوى رب العالمين الشي اللي خلاني أقع بهذه الحالة هي أول شي الصدمات الصدمة وراء ثانية وراء بعض يعني كانت أثرت نفسياً فيني كثير واللي أثرت فيني زيادة إنه قد ما أمر بالصدمة هذه أنا يعني كنت أحلم بأحلام وكانت يجيني إشارات إنه يعني إنه هذا الشي غلط أو إنه إنه مرتحت لهذا الشي بس أنا رغم هذا الشي يعني صار اللي صار بس أنا كمان ما تبعت إحساسي ولا سويت استخارة وهذا الشي كمان يعني اعتبرته غلطة شخصية بس أنا تعلمت منها فصدمة وراء ثانية يعني تعبت نفسياً كثير وكنت وحدي تماماً بدون أمي بدون صديقاتي المقربات اللي هم في السويد فكنت وحيدة وخلاص حبيت أعتزل كل شي اعتزلت السوشيال ميديا اعتزلت الناس ما أرصت أبغى أطلع يعني ما كنت أطلع إلى نادرة مرة بالشهر أو مرتين وأجبر نفسي يعني عشان ما أدخل بحالة اكتئابية أو أني ما أقدر أشوف الناس فما أعرف كيف أشرح لكم الحالة اللي أنا مرت فيها بس جد كأني جثة بس لسه عايشة يعني روحي ميتة فاقد الشغف ما لي نفس أكل شي يعني أكل إيشو قدامي عادي أكله ما أشتهي شي تعرفون الأيام العادي يشتهي قهوة يشتهي يأكل شكولاتة حلا بس أنا خلاص ما يعني ولا شي ولا شي طبيعي كان فيني فما كنت أعرف إيش اللي جلسة صير يعني كنت أعرف أنه أنا أنه متأثرة داخليا بس اللي جلسة صير كان تو ماتش يعني أول مرة يصير لي فهمت ومو أنها حالة اكتئاب أو فقدان شغف لا هذه كانت تو ماتش فاللي حاولت أسويها عشان أطلع من هذه الحالة أول شي كنت أتابع يوتيوب كثير كثير فيديوهات لا تعد يعني ما تبعون تعدونها بكل أنواع الأشياء يعني عن الصحة النفسية عن الدين كنت أشوف شيوخ كنت أشوف يعني كنت أشوف فيديوهات يعني أحاول أعسن نفسيتي منها أو أتبعها عشان أكتر أغير من نفسي فأول شي يعني كنت أسوي من لما بديت هذه الحالة ومن قبل اللي هو قيام الليل فاستمرت عليها كنت أدعي الله أفرغ اللي داخلي استمرت كمان على صورة البقرة كم فترة للأسف قطعت عنها الحين لكن في فترة استمرت عليها فترة متواصلة كثير كثير فهدتني يعني في فترة صار كل شيء أسوأ وأنا أقرأها بس في حكمة يعني كل شي كان يبين على حقيقته بتكلم عن صورة البقرة أكثر فيديو ثاني بس يعني صورة البقرة كثير ساعدتني نفسيا رتبت حياتي بشكل طريقة جميلة جدا وثالث شي سويته كمان اللي هو كتابة يوميات عشان أفرغ اللي داخلي يعني تعرفونه ما أنتو تجون تشتكون لصديق مقرب أو الأهلكم تكتبون رسالة طويلة وكذا ومعاصبين أو زعنانين أنا كنت أسوي نفس الشيء تقريبا تقريبا بالمذكرات كنت أقول مثلا أتكلم عن يومي أقول إيش اللي عصبني يعني شفت هذه الطريقة من باليوتيوب وجد فادتني يعني كنت أحس أنه كذا داخلي يرتاح خلاص طلعت طابته الحزن أو الغضب اللي داخلي طبعا كنت أحاول فترات أسوي منتاج أو أسوي هواية جديدة بس كنت أسوي يوم يومين وخلاص أترك لأنه ما قلت لكم يعني ما كان عندي شغف داخلي أو الشيء اللي خليني أستمر فيعني أساس الأشياء اللي حاولت أستمر فيها وغيرت بنفسيتي كثير وبحالتي اللي هي القيام صلاة الوتر صوت البقرة كتابة اليوميات وكمان تقرب من الله يعني بشكل عام تقرب من الله يعني جد جد غير حياتي كليا وغير تفكيري وغير يعني داخلي يعني من فايت هذا الفترة اللي مريت فيها الحمد لله مرت كانت أني تعرفت على ربي بشكل ثاني يعني لو ما مرت بهذه الفترة أنا أقول لكم يعني جد ما كنت ما كنت بوصل للوعي اللي واصلته الحين ولكنت بتعرف على معنى التقرب من الله أو على مثلا أني أستمر على صوت البقرة يوميا فسبحان الله مرة فيه ابتلاء يمر علينا بس يكون يعني المهم الواحد يطبع منه بالتقرب لله مو أنه الواحد يكتأب ويحزن نفسه وأغاني حزينة وخلاص أنا ما بشوف الناس يعني ما في فايدة من هذا الكلام هذا الكلام لكم لللي جالسين حين بحالة ضياع بحالة يعني فقدان شغف بحالة مثل زي اللي أنا مريت فيها بظروف ما يعلم فيها إلا الله سواء ضروف صحية عائلية المهم فجد يعني تقرب من الله فادني كثير واللي خلاني أوصل هذه المرحلة هو ضعفي وإني لحالي وما حد يعرف الأمور فيه إلا ربي وكمان اليوتيوب فادني كثير صراحة لأنه كنت أتابع فيديوهات كثير دينية عن ناس يدعون الله أو شيوخ يتكلمون عن اليقين بالله فأنا حتى ما كنت أعرف عن اليقين بالله لهذه الدرجة إلا لما رأيت بالموضوع وشفت الناس يتكلمون عن هذا الشي إنه اليقين بالله إيش إيش هو بالأصل يعني مو مجرد يقين فهمته فالفترة اللي مرت علي لي ما كانت كويسة أنا استفدت منها وطلعت بشخصية ثانية تعلمت دروس تغير فيني الجانب الديني الحمد لله بفضل الله يعني تفكيري كمان تغير كثير كثير من الأمور اللي تغيرت يعني ودي أتكلم أشياء أكثر بس الحين معرف يعني أفكاري زي ما قلت لكم والأخبطة يعني حتى الحين جالسة أقول لكم عن الموضوع هذا بدون ما أكتب نقاط وبدون ورقة كذا عشوائي عشان أقدر أفيدكم عشان يطلع مني زي ما مريت فيه أو زي ما هو بتفكيري يعني عن النقاط اللي استفدت منها وإيش سويت عشان أطلع من هذه المرحلة بس والله هذا كان مختصرا للموضوع اللي كانت حابة أتكلم فيه معاكم ودي والله أتكلم معاكم أكثر وأشرح لكم وأتكلم بالتفاصيل لكن لو ترتب معاي الموضوع يعني أو لقيت نقاط أكثر برجع أفتحه معاكم بطريقة ثانية أو بتكلم يعني بنقاط ويمكننا سيت أتكلم عنها الحين بس الحين يعني جد جد هذا المختصر القليل وأنا عارفة أنه كثير مننا يمرون بمراحل صعبة زي ما قلت من أول وكمان في عندنا أهل غزة الله يكون بعونهم فجد لما الواحد يمر بهذه الحالات ويشوف حالات غيره يقول الحمد لله على كل حال يعني دايماً في حالات أسوأ وأصعب منك لكن الحمد لله على كل حال طبعاً حالتك ما تتقارم مع شخص ثاني لكن لما الواحد يشوف مصيبة غيره تهون مصيبته فالحمد لله على كل شي ودائماً كل ابتلاء أو كل ظروف صعبة تمر علينا هي تيجي للشخص عشان تقويه عشان يتعلم منها